أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند تريند التريند النهاردة احنا طبعا بنشوف اللي بتكتر على السوشيال ميديا وبنشوف التريندات اللي داما بتبقى متصدرة تويتر خلال الساعات الأخيرة عاقب نهاية الجولة 33 بالأمس وتحديدا عاقب مباراة الجونة والأهلي والتعادل الإيجابي 3-3 كابتن محمود الخطيب كان متوجد فيه أرضية الملعب واجتمع باللعبين والجهاز الفني هذه الجلسة وهذا الاجتماع كان متصدر السوشيال ميديا بالأمس صور والتصريحات ومعلومات مهمة جدا من هذا الاجتماع وكان تريند رقم واحد على تويتر في مصر وبالتأكيد طبعا أي كلمة أي خبر أي صورة أي اجتماع يخص النادي الأهلي السوشيال ميديا كلها بتبقى مهتمة بيه وعايزة تعرف ايه الجديد داخل النادي الأهلي شعبية وجماهرية واسم كبير في القرى الإفريقية طيب أهم كلمتين مبارح أو أهم نقطتين رصدناهم والجمهور حتى علع عليه علع على الاجتماع كابتل محمود الخطيب قال للعبي النادي الأهلي فخور بلعبي وجمهور النادي الأهلي فاهم وعارف وواعي كويس جدا للي كل حصل خلال الفترة الأخيرة وفي نفس الوقت كمان الأهلي ما بيسبش حقه جلسة دي فيها تفاصيل كتير تعالوا نسمع أبرز ما جاء في هذا الاجتماع ثم نتواصل مع بعض وعندنا تعليقات مهمة جدا عاقب هذا الاجتماع الموسم ده موسم صعب جدا الموسم ده موسم صعب جدا يمكن أخداسه ومواعيده اللي احنا فيه ده فالترددس في حتى في العالم عشان كده أنا شاف أنه انتو كلكم اتعرضتوا ليه إجهاد مش بس إجهاد مش بس إجهاد مش بس أنا أستاذ مش عافة عليه أرحب أقرب الشوعة مش عافة عليه شكرا مش بس إجهاد بدني إجهاد بدني وزهني الموسم ده أكتر موسم في يعني من بداية من تأثير الموسم اللي فات أكتر موسم في العالم في بطولات كم البطولات اللي انتو مرتوا بيها دي خليتكم يعني عندكم نوع من أنواع الإجهاد بلوك الزهني قبل البدني كمان وإحنا الحقيقة مقدرين ده جدا إحنا كأدارة مقدرين ده جدا وأنا متأكد إن جمهوركم كمان مقدر ده جدا جمهور النادي الآلي فاهم وشايف وعارف جمهور النادي الآلي فاهم واعي وشايف وعارف اللي بيحصل عشان كي أنا متأكد إن هو بضهركوا أنتو سبب سعادة الناس الفترة اللي فاتي بزحاق الجمهور عليكم اللي حصل مرة اللي فاتي والسنة دي كده أنتو سبب ناس بقت سعيدة وفخورة بيكم وبالنادي الآلي وهنا عايز أقول حاجة النادي الآلي لما بيفكت بطولة النادي الآلي بينطلق منها النادي الآلي بطولة جاية كتير وعندنا بطولة كتير ده سبب وفامين ده ولازم تفرحوا جمهوركم اللي هو شايفكم اللي هو معاكم اللي هو فضهركوا وكمان فيه ظروف يمكن خارجة عن ايراداتكم واراداتنا وراد كلنا بس احنا كمان من دلوقت في اللحظة باللوقت احنا كمان لازم نكون نتذكر احنا ليه؟ في بعض المباريات احنا كان يجب تركيزنا بزيادة شوية كان يجب اهتمامنا بزيادة شوية كان يجب ده خلاص بس دي كورة احيانا مفيش توفيق دي كورة انا ممكن برضو هعاز اكرر شكر تاني وعاز اقول ان انتو كلكم محل ثقة بالنسبالنا كبيرة جدا كل واحد فيكم زي ما يقول لكم اللي هو موجودين جهازكم الموجود انتو محل ثقة كبيرة جدا بالنسبالنا كمان اعز اولوكو حاجة اوعى انتو يا رجالة اوعى انتو حققت ربعية اوعى انتو ابطال افريقيا مرتين وارا بعض لبتحصلت شدي كتير اوعى انتو تاخدوا مركز ثالث في العالم لنزيهة العالم غرونزية العالم تاني مرة هو ده النادي الاهلي اوعى انتو ابطال الصوبة يتنسوش دفع. ترفع راسك انت اهلاوي. ترفع راسك انت في الاهلي. لازل تبقى فخور بدا. زي ما الاهلي فخور بيكو. انتو كمان لازل مفخورين انت بو النادي الاهل. وصلى رجال انا من سنة ونص او سنتين. انا يقول لكم ايه? يقول لكم انتو احسن مجموعة موجودة في القرى الافريقية. اقول لكم الكلام ده من سنة ونص او سنتين. لان انا كنت عارف عارف قدراتكم. وعارف انتو ازاي المجموعة دي لما مقفولة كده. يعني بنعمل ايه? اعتقد الكلام ده كان حقيقي دلوقتي. ان انتو افضل ناس موجودة في القرى. عشان كده يا رجالة لازم اقول لكم انتخلوا حد يعني يسرع منكم فرحيتكم. الجمهور ده اللي هو بيهتف لكم دلوقتي بيهتف لكم. ده ليه حق علينا. اللي احنا نفرحه بقى في اللي جاي. الجمهور ده اللي بيهتف النهاردة ده هو ليه حق علينا. الجمهور ده يا رجالة. هو الشريف معنا. هو السند. وهو معاكم صانع بطولاتكم. وبطولات النادي الاهلي من الف سمع وسبعة. الاهلي من الف سمع وسبعة بيمشي بالحب ده. بالمجموعة دي. هو ده النادي الاهلي. هو ده التاريخ كدير. وده التاريخ اللي لازل تفخره بيه. والناس تفخر كمان ان هي كانت من النادي الاهلي. وجمهورنا فخور بده. انه عارف النادي الاهلي. يعني كل كم سنة كده ممكن حاجة يعني تعدي. يا رجالة ده شيء مهم. كله اللي انا عايز انا نقص بقول له ايه انا لسه اقول جنبة. هم بلوهم. لسه عايز اقول لكم ازاي نفرح النزل. بطولات اللي جاية في بطولات كتير 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 جاية. ازاي نفرح النزل. انا الحقيقة بس احنا غصب عنينا. ما دي الاهلي. ما بيتركش. ما بيسيبش حقه. انا انت عايز اعلق على الكلام ده. لكن كمان عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا. احنا اصارنا معاكم. احنا اصارنا معاكم. ان احنا كنا عايزين فرقة زيكم. مجموعة زيكم. افراد زيكم. كان يجب ان احنا نحتفل بها بالتاسع. لازم نحتفل بالعشرة. لازم نحتفل برونزين. لازم نحتفل بالسوبر. لازم نحتفل بكم. لما كانت فيه وقت. بالتلاح ومدالي كان موجود. لما كانت فيه وقت. عشان كنا نتحققوا علينا النهاردة. ونحنا نعملوك احتفالية مكرمكم فيها. احتفالية مكرمكم فيها. انتم ستستحقوا ده. كلنا عايز زيكم منكم. خلاص. الخلص اللي خلص. ده هنا. فكروا في اللي جاي. فكروا في اسعاد جمهوركم. فكروا في كتاب التاريخ ليكم جديد. فكروا في ده. وانتو تقدروا تعاملوا ده. المجموعة دي تقدر تعمل ده. كتاب التاريخ جديد ليكم. لما ديكم تقدروا تعملوا. ارفع راسك. انت اهلاوي. كلمة اهل دي كبيرة جدا. كبيرة جدا. خلاص. وانتهى انتهى. نبص للي جاي رجاء. ان شاء الله رايب. هنعمل حفل التكريم لحضراتي بس نشوف موعيد. عشان انا نزبط معاد. تكون نقول لكم موجودين بطوء منتخب او الانتباطة اللي معنا المحترفين. نقدر ان احنا نزبط بس المعادة يمفي معادة مناسبة ان شاء الله. حتى مش عفلصة الانتباطات اللي جايتي بشكلها عامل ازاي. تاني. بقفل لان انا نشكركم. واحنا مقدرين مجهودكم اللي فات. وجمهوركم مقدر مجهودكم. مكنوش هو بالشكل ده. موضوع خلاص. تفكر في اللي جاي. بكرة الصبح كده كل الناس تتفكر. احنا هنعمليه الفترة اللي جاي ان شاء الله. وتقدروا تعملوا كتير. ان انتو تستحقوا ده. وتقدروا وتعملوا ده. وانتو جوه النادي الاهل. ماشي رجالة. هزين نقف مع بعض كلنا. ونرى الفتحة ونوع من هنا من المكان اللي احنا في دلوقتي ده. اللي جاي بعمل ازاي. نوع دمهورنا بيه. توقيع رجال الله. ده كان كلام مهم جدا من الكابتن محمود الخطيف في الجلسة اللي جامعاتهم بارح بأعضاء الجهاز الفن واللاعبين عقب نهاية المباراة. وخلاص بشكل رسمي البطولة بقت مع المنافس في موسم كان طويل جدا وشاهدة احداث كثيرة جدا. والكابتن محمود الخطيف قال تفاصيل مهمة جدا في هذا الاجتماع. الكل لمسها وعرفها وشافها وتكلم عليها خلال الفترات الاخيرة. لكن صورة هذا الاجتماع بتفكر الجمهور والجمهور الاهل مبارح كان بيتكلم على الجزية دي. صورة هذا الاجتماع بتفكر الناس بلحظة اجتماع اللاعبين في ستاد برج العرب بالاسكندرية عقب مباراة تسانداونزي في موسم الفين وتسعة عشر بعد الخروج من دور التمانية في دور أبطال إفريقيا. من هذه اللقطة ومن وقت ده الاهل على طول لعب دور أبطال إفريقيا في سنتين متتاليتين فاس بالبطولتين وفاس بالسبر الإفريقي وعنده سبر إفريقي خلال الشهر القادم بإذن الله. فبالتالي لما الاهل بيخسر بطولة ما تعرفش اللي جاي بعد كده يبقى عامل ازاي. لان الاهل ما بيخسر بطولة مش بيتعود على ده. فاللي جاي بالنسبة لأي منافس توقع اي شيء. توقع اي شيء. هيلب على الدوري اللي جاي وعينه في وسط رسه. هيلب على بطولة الكاس اللي جاية وهيطبق اللواح بحزافرها في مسابقة كاس مصر. عنده سوبر مصري مع طلاق الجيش لسه هنشوف معاده امتى لما الاتحادي فقر يحدد معاد لبطولة سوبر للفترة اللي جاية. عنده فقاعة طبية والصفر للدوح عشان السوبر الافريقي اللي هيتلاعب في معاده وما فيش مساحة لأي تأجيل لهذه البطولة الفترة الجاية. وانا عارب بقول ايه بالزبط في بطولة السوبر الافريقي. اربعة وعشرين تسعة معاد السوبر الافريقي وما فيش اي محاولات لتأجيل البطولة الفترة الجاية. فالاهل هيحدد كل شيء الفترة الجاية تبقى لللوايح وتبقى للقوانين فبإذن الله تكون البداية من ملعب الجونة ودبالكو هي مش بداية لانتصارات بعد إخفاقات لا ده أنت بتكمل مسيرة بطولات بعد إخفاق في لحظة أو إخفاق في بطولة لأن أنت متعود بتفرح جمهورك كل سنة على القالة 3-4 بطولات إذا ما كانش الخمس بطولات كلها